اشتركوا في القناة نضيف لها حجما قدره 40 ميلي لتر من محلول حمض كلور الماء تركيزه 0.5 مول على اللتر نتابع تطور التفاعل الكيميائي الحادث بقياس حجم غاز تنائي الهيدروجان المنطلق خلال لحظات زمنية مختلفة فكانت النتائج مسجلة في الجدول التالي اليك الاسئلة اولا اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث تانيا مثل تغيرات VHD بدلالة الزمن ثالثا اوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة 150 ثانية كيف تتطور هذه السرعة عبر الزمن رابعا اذا اعدنا التجربة باستعمال مسحوق الزنك وفي نفس الشروط السابقة وبنفس القياسات مثل كيفيا تغيرات VHD بدلالة الزمن على البيان السابق خامسا نرفع درجة حرارة الوسط التفاعلي ثم نعيد التجربة مرة اخرى باستعمال مسحوق الزنك بنفس القياسات السابقة مثل كيفيا تغيرات VHD بدلالة الزمن ما هي العوامل الحركية التي تبرزها كل التجارب السابقة معطيات التمرين الكتلة المولية للزنك 65.4 غرام على المال والحجم المولي 25 لتر على المال اليك الحل للاجابة عن السؤال الاول وهو كتابة المعادلات نبدأ بالمعادلة النصفية للأكسادة مول من الزنك يعطينا مولا من شوارد الزنك ولموازنة هذه المعادلة شحنيا نضيف مولين من الإلكترونات المعادلة النصفية للإرجاع شوارد أش بلوس يعطينا غاز تناء الهيدروجين أش دو ولموازنة هذه المعادلة شحنيا وكتليا نضيف أش بلوس وبالتالي تصبح مولين من أش بلوس ثم نوازنها من حيث الإلكترونات فنضيف لها مولين من الإلكترونات ولكتابة معادلة الأكسادة إرجاع يجب أن يكون عدد الإلكترونات التي يفقدها المرجع هي نفسها عدد الإلكترونات التي يكتسبها المؤكسد وبالتالي زد أن زائد تنين أش بلوس يعطينا زد أن دو بلوس زائد أش دو نجيب الآن عن السؤال الثاني وهو تمثيل البيان VH2 بدلالة الزمن وذلك باختيار سلم رسم مناسب إليك البيان حيث كل واحد سنتيمتر يقابل مئة ثانية بالنسبة لمحور الزمن وكل واحد سنتيمتر يقابل عشرين ميلي لتر من حجم غاز دوناء الهيدروجان المنطلق للإجابة عن السؤال الثالث وهو السرعة الحجمية للتفاعل يجب أولا أن نذكر بتعريفها حيث تعرف السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة V تساوي واحد على VDX على DT حيث X هو تقدم التفاعل و V حجم الوسط التفاعلي ثم يجب إيجاد العلاقة بين حجم غاز دوناء الهيدروجان المنطلق والتقدم X لذلك نتبع الخطوات التالية ننشئ أولا جدولا لتقدم التفاعل بما أن المعامل استوكيومتري لغاز دوناء الهيدروجان هو واحد فإن كمية مادته NH2 يساوي X من جهة ثانية لدينا كمية مادتنا الهيدروجان المنطلق هي VH2 على VM وبالتالي نصل إلى العلاقة أن X يساوي VH2 على VM وباشتقاق هذه العلاقة نجد DX على DT يساوي واحد على VM DVH2 على DT وبالتالي عبارة السرعة الحجمية للتفاعل هي V تساوي واحد على V في VM في DVH2 على DT نذكر بأن DVH2 على DT تمثل ميل المماس للمنحنة عند لحظة زمنية T الآن نصل إلى حساب السرعة الحجمية عند اللحظة 150 ثانية وذلك بتمثيل المماس عند اللحظة السابقة ثم حساب السرعة الحجمية فكانت السرعة الحجمية عند تلك اللحظة هي 4 في 10 قوة نقص 4 مول على اللتر في الثانية للإجابة عن السؤال كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل نعلم أن ميل المماس عند أي لحظة يتناقص تدريجيا مع مرور الوقت وبالتالي تنقص السرعة الحجمية للتفاعل مع مرور الوقت إلى أن تنعدم في نهاية التحول رابعا لإعادة تمثيل البيان عند استعمال مسحوق الزنك يجب أن نتطرق إلى نقطتين النقطة الأولى أنه لو استعمل مسحوق الزنك عوضا عن قطعة الزنك فإن التفاعل يصل إلى حده في مدة أقصر أما النقطة الثانية فيجب حساب حجم غاز ثناء الهيدروجان المنطلق في نهاية التحول لذلك يجب إيجاد المتفاعل المحد إذن بافتراض مادن الزنك هو الذي يختفي تماما يكون إكس ماكس يساوي كمية مادة الزنك وتساوي أم صغيرة على أم كبيرة بعد التعويض نجد أن إكس ماكس يساوي 0.015 مول بافتراض شوارد أش بلوس هي التي تختفي تماما إن إكس ماكس يساوي أندو على تنين ويساوي سيفي على تنين بعد التعويض نجد 0.015 مول إذن المتفاعل المحد هي شوارد أش بلوس ويكون إكس ماكس يساوي 0.015 مول نأتي الآن لحساب حجم غاز تنائي الهيدروجين المنطلق في نهاية التحول إكس ماكس يساوي VH2 ماكس على Vm إذن VH2 ماكس يساوي إكس ماكس في Vm بعد التعويض نجد 0.25 لتر نحوله إلى الميلي لتر ويساوي 250 ميلي لتر نعيد الآن تمثيل البيان على البيان السابق هو موضح باللون الأحمر حيث يجب أن لا نتعدى الحجم 250 ميلي لتر نأتي الآن إلى السؤال الخامس وهو رفع درجة الحرارة بنفس الشروط وباستعمال مسحوق الزنك نلاحظ أنه درجة الحرارة تسرع التفاعل أي أنه عند ازدياد درجة الحرارة لهذا الوسط التفاعلي يزداد سرعة التفاعل وبالتالي يصل التفاعل إلى حده في مدة زمنية أقصر فيكون شكل البيان كما هو موضح باللون الأزرق للإجابة عن السؤال الأخير وهو العاملان الحركيان البارزان هما العامل الحركي الأول وهو ازدياد سطح التلامس حيث أن مسحوق الزنك يعطي سطح تلامس أكبر مقارنة بقطعة الزنك وبالتالي كلما زاد سطح التلامس بين المتفاعلات كان التفاعل أسرعا العامل الحركي الثاني هو درجة الحرارة حيث كلما ازدادت درجة الحرارة كان التفاعل أسرعا وبالتالي يصل إلى حده في مدة أقصر مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في شهادة البكالوريا وإلى اللقاء في حصة مقبلة بحول الله